نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد حديد التسليح أكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح وذلك وفقا للقرار الوزري رقم 189 والصادر بتاريخ الأول من يونيو من عام 2023 ترجمة نانسي قنقر